بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا السلام عليك يا رسول الله ما ينفعش ندخل وإحنا نتكلم عن جوامعك جمالك يا رسول الله من غير ما نسلم عليك عشان نتنور بنورك وكما نعرض أعملنا على حضرتك عشان يكون ده سبب من أسباب الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى لما بنجي في اليوم اللي احنا بنقرأ فيه حديث الرسول الله سلم بنحس بنور غريب في قلوبنا وخاصة لما يكون بنتكلم عن حديث أنا أحبه جدا جدا وبسمي هذا الحديث حديث الوسع اللي هو حديث لا يؤمنوا أحدكم حتى يحب لأخي ما يحبه للنفس الحديث يروي الأمة عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيبيع وأنت أمي يا رسول الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمنوا أحدكم حتى يحب لأخي ما يحبه للنفس والحديث متفق عليه في رواية في مسند الإمام أحمد والذي نفسي بيده لا يؤمنوا عبد حتى يحب لأخي ما يحبه لنفسه من الخير وهنا الحديث بقى أنا ليس سميت الحديث ده حديث الوسع أقول لكم وده ما أنا مؤمن جدا 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 في حكاية الحديث الحديث مش إن الرزق لي أو لي ربنا بيقول لك إن الرزق ليكم وأنتو الاتنين إن الحياة ليكم وأنتو الاتنين فالحياة واسعة أنا كتير من الأوقات لما بحس كده بالمنافسة ما بين الناس أقول لهم لازم تروح حتى وانت موقن إن في حتى ما فيه حتى ما فيهاش الناس بتدوس على يجرين بعض ما فيهاش منافسة هذا الحديث من جمال الوسع اللي فيه يقتل الصراع طب يقتل الصراع عشان بيخلي الإنسان يحب لأخي ما يحبه للنفس لا يقتل الصراع لأنه يجعلك تشعر بالوسع إن الحياة ما لها تحتملني أنا وأخويا مش أنا أو أخويا لا الحياة تحتملني أنا وأخويا وجزء من إيماني هو إيماني بأن الحياة تتسع لي ولأخي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحبه لنفسه فيظن الواحد إنه حتى يحب لأخي ما يحبه لنفسه إنه حتى يحب لأخي ويترك ما يحبه لنفسه أبداً هذا الحديث لحظة بس فيه هنا شيء مهم لازم نفهمه هذا الحديث ليس حديثاً يدعو إلى الإيثار هذا الحديث حديث حديث يدعو إلى اليقين يدعو إلى استثمار الحب فالحديث ده بيقول لنا إن الحب ركن من أركان الإيمان على فكرة حتى تعريف الحب حتى تعريف الإيمان لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما حب فالحديث هنا بيقول إن الحب ركن من أركان الإيمان وده تصديق لقوله تعالى إلا من أتى الله بقلب سنيم يعني إيه بقلب سنيم إلا من أتى الله بقلب يملأه اليقين يقين المحب يقين المحب إن إيه إن ربنا بيحبه وسيكشف له عن حبه عندما يمارس الحب مع أخيه بمعنى أنه يحيى ويطلب الخير لأخيه فهذا الحديث حديث تجلي الحب لأنه إعمال قضية الحب ولن يستطيع الإنسان ذلك إلا إذا كان الحب له ثلاث تجليات عشان الناس ما تفتكرش إن الحب الناس تفتكر إن الحب معنى إيه إن الواحد يحب فقط بمعنى يشعر لا ده إحنا عندنا ثلاث ثلاث مسارات للحب المسار والثلاثة لازم يحصلوا إذا كنتم محب أول مسار الحب لله ثاني مسار الحب للنفس ثالث مسار الحب للناس ليه طيب حد يقول لي طب أنا فاهم الحب لله طب أنا وإزاي يكون الحب للنفس ما لولا الحب للنفس لما كان واجب علي أن أنا أرحمها لولا حب للنفس ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاه طب مين المفلح ده الذي يحب نفسه فيزكيها يعني بيعمل على مصطحتها يبقى إذا هناك حب للنفس نعم حب للنفس بمعنى أن أنت تحب لها الخير فتحبها أنها تتغيرها طب إزاي يتحقق بقى الحب الحب بيتحقق بثلاث حاجات برحمة من تحب بالسعي في خير من تحب إرادة إخراج أجمل في أجمل شيء في من تحب يبقى الرحمة والخير والجمال إزاي ده تعالوا نشوف حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا الرحمون ارحمهم الرحمن تعالى ارحموا من في الأرض لا يؤمن وحدكم حتى يحب لي أخيه يبقى أول تطبيق للحب هو الرحمة أن ترحم من تحب ومن الرحمة أن أنت ما تشتتوش مثلا ما ترهقوش ما تعذبوش وكمان الحاجة التانية من الرحمة أن تطلب له المزيد في الخير والمصلحة والنعمة والعمرات وعشان كده إيه لا يؤمن وحدكم حتى يحب لي أخيه ما يحبه لنفسي في رواية الإمام أحمد بيظهر أن أنت تحب له الخير يبقى هو معنى الحب أن أنت تحب له الخير مزيد من النفع مزيد من السعة مزيد من الفضل الحاجة التالتة أن أنت تحب له الجمال أن أنت تخرج أجمل ما فيه وإيه اللي يحصل فتخرج منه إيه تخرج منه الطاعة تخرج منه التفاؤل تخرج منه الأمل كل ما تعمل ده هتلاقي أن أنت بقيت إيه بقيت بتحب الأخيك ما تحبه لنفسي لأن الناس في الحب على فكرة فيه بتبقى لهذا الحديث ثلاثة أصناف السنف الأول رجل يعيش بالحب وده ينجو هذا ناجن الذي يعيش بالحب له لله ولنفسه وللناس ده ناجن هذا ورجل لا يعرف معنى الحب ما فيش في حياته حب وده هالك من قال هلك الناس فهو أهلكم الصنف التاني ده هالك يبقى الأولاني ناجي والتاني هالك الذي لا يعرف معنى الحب ورجل يحاول أن يعلم وأن يصل إلى الحب فهو على وشك أن ينجو آه ده واحد بيحاول ينجو فده على طريق النجاة فلذلك لازم الناس تعمل كده فمقصود حضرة النبي من الحديث واضح أن من جملة خصال الإيمان الواجبة أن يحب المرء لأخيه ما المؤمن ما يحبه لنفسه ويكره له ما يكرهه لنفسه ولو دازال من قلبه فقد نقص نقص إيمانه وعتلاقي فيها حديث كتير فكرة نفي الإيمان عما لا يأمنه الناس فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه الإيمان فده جزء من معنى أنه يحب الأخي ما يحبه النفس أنا بحب النفس الأمان ويتحب لجارك الأمان واضح أن الجار اللي بيأذي جاره علشان مش بيحب الأخي ما يحبه اللي نفسي وبيأذيه فمش مؤمن إيمان كامل وكمال حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت مفهومه أنه مش هيقول خير ومش هيصمت عن الشر غير المؤمن كامل الإيمان فشفتم حضراتكم خطورة فكرة أن أنت تكره الخير للناس أو أنك أنت تفتح باب شر عليهم ده ممكن يوسلك إلى قلة الإيمان وضعف الإيمان والله أعلم هيوسلك لإيه بعد كده فالموضوع يا جماعة مش سهل ومش مجرد حديث كلنا حفظينه لا ده الحديث ده وإن كنا حفظناه وإحنا صغيرين بس كان المهم إن إحنا نتربى عليه وإحنا صغيرين إن فيه قيمة مهمة منحس أحيانا أنها بتختفي من مجتمعاتنا وبدأت تتلاشى خصوصا في اسمات الإنسان المعاصر السبعة اللي دايما بقولها لحضراتكم واللي أولها الفردانية الفردانية أكلت أن تحب لأخيك ما تحبه النفس أكلت الرحمة بالناس أكلت الخير للناس أكلت أن إخراج الجمال من الناس ويمكن علشان المعنى ده سيدنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي بيقول لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا يعني إيه يعني أنا مش هدخل الجنة غير لما أحب أخويا لدرجة أن العلماء يختلفوا في الشخص اللي بيكره الخير للناس ويؤذيهم هل يسمى مؤمن نقص الإيمان أو لا يسمى مؤمنا أصلا وإنما يقال له هو مسلم وليس بمؤمن على قولين وهم رويتين عن الإمام أحمد لو فتحت كتب السنة هتلاقي حضرة النبي بيعمل ده لأصحابه الكرام فبيقول لي سيدنا مثلا يقول لي سيدنا أبي ذر رضي الله عنه قل لي قل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إني أراك ضعيفة وإني أحب لك ما أحب لنفسي أنا والله حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لي الكلام ده في أبي وأمي صلى الله عليه وسلم أدوب لكن الرسول الله عليه وسلم يقول له إني أحب لك ما أحب لنفسي لا تؤمرن على على اثنين يعني ما تقبلش الإمارة على اثنين ولا توليرنا مال يتيم ما تتوليش مال يتيم طب حضرة النبي نهاء عن ذلك ليه لما رأى من ضعفي إنك مرأى من ضعيف وإنه مش عايز إنه هو ما يقدرش يقوم بالواجب لأن الواجب ده فيه مسؤوديات كتيرة والمسؤولات دي وسيدنا علي يحكي موقف شبيه بده فيقول قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إني أرضى لك ما أرضى لنفسي الله وأكره لك ما أكره لنفسي لا تقرأ القرآن وأنت جنب ولا أنت راكع ولا وأنت وأنت ساجد لو كمان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يوسأ أصحابه بكده فيروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا أبي هريرة أحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلمة ولما سيدنا معاز سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان قال أفضل الإيمان أن تحب لله وتبغض لله وإيه اللي حاصل وتعمل لسانك في ذكر الله قال وماذا يا رسول الله يعني وإيه كمان يا رسول الله قال أن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك وأن تقول خيرا أو تصمت يا سلام ده منهك ده أساس تربوي نبتدي ربي أولادنا عليه وأن نتربحنا كمان عليه فالموضوع يا جماعة مش حاجة بسيطة كده مش حاجة هميشية مش حاجة نروح له لما نكون فضيين ولا نروح له لما نكون محتاجين إلى علاقة مع حد ده جزء ركن من حياتنا مش زي ما احنا متصورين ده حديث وخلاص احنا حفظينه وممكن نتكلم عنه لما نيجي نذكر نفسنا لا 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 ده منهك حاجة منعك حياة بيخليك تحس إزاي أنت إنسان ربنا فترك على أنك أنت تعيش في مجتمع وعشان كده بعض الناس بيجعلوا لهذا الحديث ربع العلم وربع السنة زي ما قال سيدنا أبو داود وخلينا أقول لحضراتكم بعض الأرقام نتيجة غياب الخلق ده في بيئة العمل مثلا فالإحصائيات بتقول من المحترفين 80% بيقولوا إن بيئة العمل السلبية تضر بصحياتهم العقلية يا أنا ربي أنا اندماغهم ممكن تتبري 80% بيقول من المحترفين فطبعا أتقلل من قدراتهم الإبداعية في العمل وأقروا إن بيئة إن 85% من بيئة العمل بتتأثر بشكل كبير جدا على إنتاجهم يعني 85% بتأثر وده اللي انعكس في الرقم اللي جاي هنا التكلفة السنوية اللي ضعف الصحة العقلية في مكان العمل بتتروح من 79 ل 105 مليال دولار علشان كده نلاقي حضرة النبي صلى الله عشان إيه علشان كل ده كان رسول الله على ذكر فيه ورسول الله على رسول الله بيخبر نبيه فلما تيجي التقارير دي وتيجي الأرقام دي نقول صدق رسول الله وصلى الله عليه وسلم علشان كده حضرت النبي جعل سبب في دخول الجنة إيه هو إيه اللي حصل اللي ورد في صحيح الإبام أحمد رحمه الله عن يزيد بن أسد قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحب الجنة؟ قلت نعم قال فأحب لأخيك ما تحب لنفسك آه صح كده بيأتي العمل ما يبقاش فيها الكلام ده ما يبقاش فيها كل الحاجة اللي احنا مصطلحين إن الناس بيمرسوها في الإيقاع ببعض وإيقاذ بعض دي كلها بتتكلم في نفس الموضوع ده الله عليه وسلم سيدخلوا عليكم راجوا من أهل الجنة وما كانتش بيعمل حاجة غير إنه ما هو إيه اللي حاصل لا ينام إلا وليس في صدري شيء من أحد طب نعمل إيه بقى؟ إيه الإجراءات اللي ممكن نعملها؟ لو عايزين طريقة تخلينا دايما نحب للناس ما نحبه لنفسنا أول حاجة لازم نعملها عشان نقدر نعمل ده وببساطة خالص إن إحنا دايما ما نتهمش الناس بالتقصير وما ندورش على ننتقدهم ونقلل منهم لكن أوعى تشوف نفسك أحسن من حد تاني خليك ساعي ولا تتوقف بيقول سيدنا الإمام بن راجب الحنبالي بيقول ينبغي للمؤمن ألا يزال يرى نفسه مقصرا عن الدرجات العالية فيستفيد بذلك أمرين نفي سيني الاجتهاد في طلب الفضائل والازدياد منها والنظر إلى نفسه بعض النقص وينشأ من هذا أن يحب للمؤمنين أن يكونوا خيرا منه لأنه لا يرضى لهم أن يكونوا على مثل حاله كما أنه لا يرضى لنفسه بما هي عليه بل يكتهد في إصلاحها وعشان كده احنا لازم نراعي ده جدا 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 الأمر الثاني المهم جمان من الإجراءات أن احنا حتى نحب لأخينا ما نحب لأنفسنا نعمل إيه لابد من الخدمة لا تخلي يوما من أيامك من ثلاث خدمات تعمل خدمة وعلى فكرة أخيك ده ممكن يكون زوجتك ممكن يكون ابنك فلذلك أنت كمان لازم تسعى بالكلام ده إلى إخوانك وأنا برشح لك أن أنت تسعى بتلت خدمات لأولادك وأهلك أول حاجة السماع تاني حاجة الاحتضان تالت حاجة إيه اللي حاصل؟ المشاركة لما تعمل التلاتة دولة هتحب لأخيك أنه هو يبقى في نفس الحالة المرضية التي تكون فيها أكتر حاجة كمان بتخليك تحس أن أنت تحب لأخيك ما تحب النفسي حاجة كده سنة غابت عننا كتير سنة كان يفعلها الصحابة يروع عن الصحابة عن بعض الصحابة أنه كان يدعو لسبعين من إخوانه من أخواني من الصحابة في سجوده الدعاء بظاهر الغيب ده يكتر في قلبك أن أنت تحب لأخيك ما تحب لنفسي ادعيله باللي بيحبه فكروا شويتين ثلاثة في الناس وفكروا إيه اللي هم بيحتاجوا أن أنت تدعيلهم بيه ويدعيلهم بظاهر الغيب ويعرف أن ده بيوصل ويعرف أن ده بيحسوا بيه ويشرح صدرهم ويخليهم في ألفة معاك الله سبحانه وتعالى يعلم ما تكن الصدور وينشر هذا بين الناس ويؤلف بذلك بين الناس ودي حاجة مجربة كل ما دعيت للناس بظاهر الغيب كل ما حصلت ألفة بينك وبينهم وده تطبيق من تطبيقات لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحبه لنفسه يا رب جعلنا دايما من أهل هذا الحب الذي هو في الحقيقة يسور الإيمان ويجعل الإيمان نورا في قلوبنا وفضلا ونعمة وبركة يا رب جعلنا دايما من أهل المحبة وجعلنا ممن يحبون الرحمة والخيرة والجمالة لكل من حولنا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين بعد الفاصل ألتقى بحضراتكم عشان نجيب على أسئلتكم من باركة اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بن نامج ولا تعسروا ولكن بعد الفاصل رجالنا لحضراتكم ومعنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم من باركة وتفضل الجسر مفتوح بيننا ويفضل مجالس العلم ونفضل مذكورين عند الله إن شاء الله رب العالمين من فضله وكرمه عنده في الملأ الأعلى ونفضل في نوره وبركته وتوفيقه وسداده ومدده يا رب العالمين وتعالوا نشوف أول سؤال وصلنا على صفحتنا من أسئلتكم المباركة السؤال الأولاني بيقولي السلام عليكم لو سمحت فضيلة الدكتور عمر أنا كنت صايمة يوم الخميس وجيت قبل المغرب بساعة ونسيت وأكلت بس ما بلعتش الأكل وماما قالت لي أنت صايمة فأنا طلعت الأكل هل كده أبقى فطرت يا ترى يجوز لي صيام ولا لا صيامك صحيح وسواء كان في الصيام الفرض أو في الصيام النفل اللي بيأكل ناسيا أو ساهيا لأن الحديث جاء مطلقا ما قيادش دوت بصيام رمضان فلذلك من صام وأكل أو شرب كما قال صلى الله عليه وسلم فإنما أطعمه الله واسقه أما وإني حضرتك كمان لما جتي تأكل كمان ذكروكي فأخرجت الطعام فأنت كده قولا واحدا أنت لم تفطري لأنك ما بلعتيش الطعام وليس بمجرد دخول الطعام في الفم يعني أن الإنسان أفطر ولكن هو لازم يتجاوز يتجاوز الحق ما أخرج الحق عشان يبقى دخل في الجوف قبل كده هو لسه ما ما دخلش إلى الجوف وعشان كده لما أخرجت الطعام وما بلعتهوش يبقى أنت ما زلت صائمة والصيامك صحيح وليس عليك لو كان ده صيام قضاء ليس عليك أن أنت تصوم يوم ما كانوا ولا كمان عليك أن أنت تصوم إذا كان ده يوم من أيام الخميس زي ما حضرتك وضحتي فما عليكيش أن أنت تعيد الصيام وصيامك إن شاء الله صحيح السؤال التاني بيقول أنا جوزي ماشي وسيبني بقى لي عشر شهور ومتجوز واحدة عرفي وقاعد معا وسيبني أنا وبنتين وبيبعت مصاريف للبنات وخليت محامي يكلمه ويطلق هو مش عايز وهو هاجرني ولا عايز يطلق ولا عايز يسيبي جواز العرفي ويرجع البيت وأنا مش عارف أعمل إيه وتعبتي من الكلام معاه ليه دايماً خيارات الناس بتبقى إما ده أو ده إذا كان زوج حضرتك اتجوز تاني زي ما حضرتك بتقولي وأنا مش هتكلم على كلمة عرفي أنا هتكلم على إنه تجوز جواز صحيح فيه فيه أركان الجواز كلها ما ليش دعوة بإنه هو وإذا كان الجواز ده معناه غير موثق ومستوفي الأركان والشروط يروح وثقه بس إذا مش هو ده سؤالك لكن سؤالك أنت بتقولي إنه هو بمجرد معرفتي إنه هو تجوز أنت عايزة تتطلقي طيب وممكن يكون فيه حلول تانية ممكن يكون فيه حلول تانية إنه هو الرجل يحسن معاملتك ويحسن إليك وأنا حتى ما جبتش سيرت الزوجة التانية الزوجة الأخرى طيب ليه ما يكونش ده خيار عندنا ليه يبقى الخيار إنه هو لما تجوز أنا مش بكلمه قبل الجواز أنا بكلمه دلوقتي هو هو تجوز بالفعل هو لو تجوز بالفعل لما حد بيجي استشيرني لازم أستشيره على حاله وأحاول أن أصل به إلى الأفضل وإلى الخير وإلى الساعة هو تجوز خلاص فهو لما تجوز ليه نهدم البيت ونتطلق مع أصل الطلق دوت نعم أبغض الحلال هو كب للزيت وحرق للبيت وحرق للغيط وهدي للبيت فليه نعمل كده لأن أنا مستمع ما أطريش في السؤال إن أنت مش قادر فأنا أكلمك بما أنصحوا للناس إذا ما كانوش قالولي كده مين قال إن أي واحدة جوزة لازم يتجوز عليها لازم تروح تتطلق مش لازم وفي نسبة من نسب النساء التي يتزوج عليهن أزواجهن إيه اللي بيحصل بيستمروا في الزواج فليه إحنا عندنا اعتقاد إن جوزة أنا بتكلم دلوقتي ما بتكلمش عن حكم الزواج الثاني وما بحمس الناس إنه نروح إنه تروح تتجوز للزواج الثاني لكن أنا بتكلم عن حاجة تانية خالص بتكلم عن إيه بتكلم ببساطة على مسألة من تزوج زوجها إيه أفضل حاجة تعملها أفضل حاجة تعملها إن هي تجلس مع نفسها وتعيد تقييم الحياة الزوجية مرة تانية وما يبقاش أول حل عندها وما يبقاش أول مخرج عندها وما يبقاش أول حاجة عندها إن هي تطلب الطلاق مش صح لكن إيه اللي أول حاجة عندها إن هي تدرس بقى موضوع بقاقها في الجواز لو كانت هي متضايقة افرد واحدة جوزة تجوز ومش متضايقة في واحدة جوزة تجوز وما تبقاش متضايقة هي طبعا هتبقى زعلانة بس مش هتبقى متضايقة لإن في واحدة شايفة إن جوزة إن هي تبقى زوجة لي طول الوقت تعبق عليها في كده في كده وإنتو حضرتكم عارفين طب معنى كده إيه إن مش أول حاجة تعملها الزوجة إن هي تعمل إيه تطلب الطلاق يعني ما بلاش حكاية إن هو لما تجوز أهان كرمتي فأنا عايز أتطلق ده مش هو ده الحل أنا بقول الكلام ده من قبيل ومن جهة الإرشاد الزواجي فلازم تعيدي تقييم الحاجة يا ستي يعني إيه تعيدي تقييمها لازم تفكر شوية هو الأصلح لك والأولادك إن أنت تطلقي هل الأفضل لك إن أنت تعيشي وإنت معندكيش سند هل الأفضل لك إن أنت وأنا مش معنى كده بقولك إن أنت إيه إن أنت ترضي بأي نوع من أنواع الزلة أو المعانة لكن بقولك هو ليه ما تفكريش ليه ما تدوريش وأول حاجة أنت لازم تفكري فيها هو أنا إيه اللي أسأ إلي أو إيه اللي ناقصني أو إيه اللي وجعني وتكتبيه عشان تقدر تصيغي أنت الزلة اللي عندك أو الضيق اللي عندك جاي منين فتصيغي اللي أنت اللي جاء واجع اللي عندك وتصيغي أنت تعبانة من إيه ومؤذية من إيه عشان لما تعودي مع زوجك تعودي وتشوفي هو إيه اللي أزيكي وخاصة أن أنت بتقولي يعني ممكن يكون الأزيكي هو الهجر ممكن يكون أزيكي إن هو مش حسسك إن أنت أنت أنسى ممكن أنه أزيكي إن هو حسسك بإنك أنت مرفوضة لما راح تجوز عليك لازم دا يتقال كده لكن ما يبقاش المعادلة اتجوز علي لازم أتطلق لا مش هي دي المعادلة العاقلة لكن المعادلة العاقلة هو اتجوز علي فأنا شعر بإيه الأمر الثاني هلش هذا الشعور يمكن أن يزال طب هذا الشعور بعد ما يزال هل أنا هيكون أسلم لي وأحسن لي وأكون أفضل كده ولا لا كل دا كل دا لازم يتحسب لكن إن أنت تقولي لي عشان أنت سألتيني أنا مش عارفة أعمل إيه وتعبت من الكلام أنا بقولك بقولك إن أنت لازم تعودي معاه وإيه يا حبادة لو إن حضراتكم جيتوننا على مركز الإرشاد الزواجي بدر الإفتاءة مصرية نتكلم بالتفصيل على إن حياتكم إزاي تنتظم لإن أنت ممكن أفسر كمان اسمحيلي أفسر إن هو مش عايز يطلقك مش إن هو عايز يضرك لا هو بيحبك هتقولي لي إزاي بيحبني وراح يتجوز علي ده أمر موجود عند كتير من الرجال إن هو بيحب زوجته وما يقدرش يطلقها بس هو راح يتجوز التانية لإن هو وقع في غرامة إيه اللي أغبطة ده الزوجة ممكن ما يحصلهاش ده وما تقدرش على ده لكن الرجل بيحصل منه ده هل ده بيشرعا للناس إن هي تروح تتجوز جواز تاني وهم غير مؤهلين للجواز ده الجواب لا أمال أنا بقول كده ليه بقول كده عشان نعرف إن المسألة لسه فيها حلول ولسه فيها نظر ولسه بحتاجة للتفكير وما استعجلش فيه اللي أنا أعمل وأطلب الطلاق لكن نروح للخبير نشوف إيه اللي هيحصل عشان أنت بتقولي دعبت من الكلام تعال نشوف أهل المعرفة وأهل الخبرة بيقولوا إيه السؤال بعد كده بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو الإفادة حكم الزكاة في مال موقوف كوديعة ليسدد عائدة بالكامل لقسط شقة لزوج ابني إذا كان معناش غير الفلوس الوديعة دي فهتطلع إذا كانتش غير الفلوس دي اللي بنفق عليها عندي يبقى الزواج الفلوس دي الريع اللي بييجي كل شهر كل تلاتة شهر كل ستة شهر هخرج منه عشرة في المية من الريع ده أما إذا كان عندنا أموال تانية وعندنا أرصدة تانية وعندنا أموال تاني وغير المال ده يبقى أطلع اتنين ونصف المية على الريع وعلى المال كله كله في رأس كل سنة لما يحول على المال ده الحول يبقى عندنا طريقتين إما أطلع الزكاة كل سنة اتنين ونصف المية على المبلغ والريع ده إذا كنت أنا عندي أموال تانية غير الوديعة دي أما إذا كان ما عنديش غير المال ده وتبنفق سواء بسدد قسط الشقة لبني أو أي حاجة تانية ما عنديش غير الريع ده هو اللي بنفق منه عنطلع عشرة في المية من الريع هو ده الحكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه ويوسع على الناس ويوسع على المسلمين إن شاء الله ويجعلهم من أهل ساعة الرزق وأهل البركة وأهل النور يا سادة إحنا تكلمنا النهاردة بشكل واضح وبشكل جميل عن صفة من صفات الجمال باب من أبواب الجمال وباب من أبواب الرحمة وباب من أبواب الفضل وباب من أبواب النعمة عن حديث يفتح لنا باب الرحمة بالناس وباب الوسع وباب الجمال وعشان كده كنا مع حديث الوسع لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه اللهم اجعلنا من أهل المحبة التي تنشر الرحمة وينشر الخير ونعيش غرقين في جمال تجليك علينا باللطف وبالكرم وبالوسع يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اجعلنا دائما في نعمتك وبجمال النعمة منعمين يا أرحم الراحمين